بمراك شجرة تشيع جنازة الفنان عبدالله العمراني الذي وفته المنية عن عمر يناهز 78 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض بعد صلاتي الظهر والجنازة نقل جثمان الراحل إلى مثوه الأخير حيث وريثار بحضور عدد من الفنانين وأفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه ومحبيها الله يرحمه ويسع عليه والناس الله يجزيهم بخير الناس الإخوان ولا المبتلين ولا الصحفة ولا كل شيء سهم معنا وشارك معنا في هذه الرحلة انتعت المارات انتعت الشريف والجزاء الله وخير الجزاء صاحب الجلالة والله ينصروا وعطى التعليمات انتعوا وجزروا وزير التقافة في المصطفى العسكري في مراكش بأمر المصاحب الجلالة والإخوان كلهم جاءوا وكانت العناية وسميتوا لكن سبق ما سبق في علم الله والله يرحمه ويسع عليه الفنان عبدالله العمراني من الرعيل الأول من الفنانين طبع ببصمة بارزة تاريخ المسرح والدراما تلفزيونية والإذاعية والسينما بالمغرب ورجلون مدرسة في المسرح مدرسة في الدراما مدرسة في الأخلاق في التربية في الطيبوبة كان الصديق ونعمة الصديق إنا لله وإنا إلي رجعون هذا الرجل أدام للتصنب هذا الخبر رزمنا يعني ما بقناش عارفين لم نبدو ولا باش نخرو يعني تسقينا منه عشنا معه الفقيد وهو من موالد مراكش في العام 1941 التحق مبكرا بمدرسة التمثيل للأبحاث المسرحية قبل أن يبدأ مساره الفعلي داخل الفرق الوطنية للمسرح التي أسست في العام 1952 وتنوعت مشاركة الراحل بين مسلسلات إذاعية وتلفزيونية ناجحة ومسرحيات كما كشفت مجموعة من أدواره السينمائية وجه آخر لهذا الفنان المتميز